was و were هي أفعال مساعدة وهي التصريف الثاني الماضي لأفعال can be أما العبارة المكونة من supposed زائد حرف الجر to بتعني من المفترض أن نستخدم was وعبارة supposed to كذلك نستخدم were وعبارة supposed to وبما أن لدينا في العبارة to المصدرية فسيأتي بعدها الفعل في تصريفه الأول وعليه نستخدم بعد كل من was supposed to و were supposed to الفعل في مصدره في شكله الرئيسي أي الفعل بدون إضافات وعندما نقول الفعل في شكله الرئيسي ومصدره أي لا نضيف له s ولا نقوم بتصريفه هذه صيغة تستخدم is used to express that an expected action didn't happen أي للتعبير عن أن حدث متوقع لم يحدث لاحظ المعنى والتركيب في الأمثلة the football game was supposed to start at one o'clock but it was postponed because of the rain where were you last night you were supposed to help me with my essay لاحظ المعنى والتركيب في الأمثلة فالجملة الأولى تعني كان من المفترض أن تبدأ لعبة كرة القدم في الساعة الواحدة ولكن تم تأجيلها بسبب المطر أما الجملة الثانية فتعني أين كنت ليلة الماضية؟ كان يفترض بك أن تساعدني في مقالي لاحظ التركيب ففي الجملة الأولى استخدمنا was supposed to زائد start وstart هي فعل في مصدره شكله الرئيسي أي بدون إضافات أما الجملة الثانية فاستخدمنا were supposed to زائد help وhelp هي فعل في مصدره أي في شكله الرئيسي أي بدون إضافات